ورجعنا لكم تاني ونورتونا انا معنا في الفقرة دي فضيلة الشيخ الأستاذ هاني مسعد زكي دعية بوزرط الأوقاف ومعنا الأستاذ محمد محمد فراج المحمي بالاستنافل عالي ومجلس الدولة اهلا بك احنا جاينا النهاردة هنتناقش في قضية مسكوتة عنها قضية الناس كتير بتحب تسأل فيها ممكن يكون احنا دخلنا في منطقة شائكة بس عشان جمهور يعرف ان احنا عايزين نجيب له كل حاجة قدامه ويشوفها ونعرف رأي الشرع ورأي القانون في اللي احنا هلتكلم فيه مرحبا دكتور مرحبا مرحبا عايزة بس في اول حاجة كده اعرف ايه هي اجراءات الدعوة القانونية بانكار او اثبات النسب هو اثبات النسب بينسب النسب بالاكرار او بالشهادة او بالبيانة الشرعية اما انكارها فلها شروط معينة تمام ليها مدة معينة الزوج يحق ليه رفع دعوة انكار نسب يشترك برضو في انكار النسب ان الطفل ممكن يكون ولد قبل ستة شهر من تاريخ الحمل او من تاريخ الدخول ما دي من دون الشروط اللي هي من دون شروط انكار النسب لا يكون الزوج قد اقر بالطفل طب المدد ايه بس هو ستة شهر ستة شهر اقل من ستة شهر ينكر نسبه بعد ستة شهر ما يقدرش ينكر نسبه اقل من ستة شهر في مدة الحمل يعني يقدر حد مثلا اتجوز وبعد شهر ولا شهرين اتطلع يتنكر النسب لا يا فاندي بيشوفوا مدة الولادة نفسها الولادة نفسها والدي بعد ستة شهر من الدخول أو قبل 16 من الدخول تمام بيفرق القانون بإيه في ذلك يعني ويكون الزوج مخدش تهنئة للمولود يعني أنا مثلا لو أنا حصل مثلا خلي بقى التهنئة وراح سجله في السجل المدني تمام وبعد كده اكتشف مثلا هو مش ابنه مالوش حق لو يرفع ضيط انقار الناسة حتى لو هو مش ابنه هياخد رض على طول ورأي الصرع إيه يا شخياني في الموضوع ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أما بعد فإن الموضوع في إنكار النسب موضوع عظيم وخطير فلا يحل لزوج أيا كان أن ينكر نسبه إلا أن يتحقق من ذلك فلا يقدم على ذلك إلا بعد التحقق من الوقوع من وقوعه إن كان قد رماها بالفحشة وعندنا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم هذا الأمر مضبوط بضوابط شرعية فبمعنى إذا رمى الشخص شخصا محصنا بالفحشة والزنة فعليه البينة عليه البينة أن يأتي بأربع شهداء هذا هو على العموم لا يحل لشخص أن يرمي شخصا محصنا بالزنة إلا بالبينة أو هو الحد في الظهر ثمانون جلدة فاستثني من ذلك العموم الزوج إذا رمى زوجته بالزنة عليه بالبينة فإن لم يأتي بالبينة فيدرأ عنه حد القذف أن يشهد أربع شهادات بالله تعالى إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فالأمر صعب والأمر خطير وعلى كل زوج أن يتريث وأن يتثبت وأن يتحقق وإلا فهو الجلد في الظهر ولا إلا فهو العار له والفضيحة له وهو انتهاق حرمته فالأمر شديد جد خطير إذا رمى الزوج المرأة بالزنة والفاحشة من غير بيّنة فهو عليه أن يشهد بالله تبارك وتعالى أربع شهادات شيخاني ثانية واحدة شيخاني ما تدخلش الزنة في موضوع إنقار النسب ما تدخلش الزنة في موضوع إنقار النسب ما تدخلش الزنة في موضوع إنقار النسب ما هو رمي بالفحشة ما هو التلاعن ما هو التلاعن حتى في إنقار النسب في إنقار النسب يا شيخاني ما تدخلش الزنة في إنقار النسب أو إثبات النسب كيف؟ الزنة شق ما هو رمي بالفحشة يا فاند ماشي أنا بمي بالفحشة الناس في ايه هو انا باتهم الزوجة بالزنى في الدعوة لا باتهمش الزوجة بالزنى في الدعوة كيف انا بقول يا مكومة كيف انكار الناس يا باش اسمع انا بقول يا محكمة انفيلوا الطفل تمام اما الزنى هي دعوة جنائية تمام ام لها شروط معينة في قضية ممكن نتكلم فيها يا فندم انا عندي قضية واقعية عندي في المكتب πε انا وقرا لنسب بوس يا فندم القضية دي انا اشتغلتها على شقين شق شخّ وهو نفي الطفل وشق جنائي وهو الزنا الشق الشرعي بتطلب امورا معينة تمام في نفي الطفل طب انا الزوج عندي تمام شك في مراته وسمع اقوال عليها بعد اربعة تشهر ثانية واحدة بعد اربعة تشهر من الولادة تبقى للقانون لا هو عدم رحلة اللعان تبقى للقانون تمام المحاكم ان هو ابل حضرتها قلت عليه التهنئة والمولود ابل التهنئة ورح سجل المولود فعلا بيديه في السجل المدني تمام وعندنا برضو القاعدة القانونية لا انقار بعد اقرار تمام كده خد الطفل وخد الزوجة وعملوا تحليلات البصمة الوراثية اللي هي الدي ان اي تمام تحليلات البصمة الوراثية اثبتت ان الطفل بيحمل العوامل الوراثية نصف من الام ونصف من الام اثبتت التحليل البصمة الوراثية خد النصف من الام وسفر من الام يعني مشابوك عاملوا تحليلين في مراكز مختلفة والنتيجة النتيجة لسه النتيجة فاندم هوا التحليلين النتيجة بتاعتهم ان ده مش الام لا يحمل لا يحمل جينات وراثية ما بين الام رأي الشرع بقى في حالة التحليل جينات هنا عندما يتكلم ثانية بس واحدة انا عايز اسألح على حاجة هل فعلا الدي ان اي ليه في اي او مدلول عقلي ونقلي من القرآن الكريم على البصمة الوراثية وكل الحاجات الجينات للأستاذ بيستند لها هو فيه طبعا في شرع ربنا تبارك وتعالى في الشرع الاسلامي كما اخذوه بالقياس وعمل به الامام الشافعي عليه الرحمة وفقهاء الحجاز والامام الثوري وهو ما يسمى بالقيافة ما هي القيافة؟ وهو الشبه وهو الشبه الشبه اللي هو مشابه للجينات الكيافة تنتبك على اثبات نسب وانقر نسب ولا اثبات نسب فقط هل هو ممكن لان يا فاند لان ما هو denominしい ثانية واحدة الكيافة تنتبك على اثبات نسب ولا انقر نسب فقط على اثبات بس على اثبات النسب هل بقى بتنتبك ويمكن ان تطبق على انقر النسب بالقيافة نعم لهو بالتحليل حلو يعني نحطك الشرع يقول لك يعني كده بنقول ان الشرع كياسا هذا كياس بالقيافة أليس هو ممكن الآن ممكن في حالة إن أيد الأصل الحطمة الشرعية إن الولد للفراش وللعاهر الحجر والولد للفراش ينسب للزوجة ولأبيه ما لم يأتي الوالد ببينة قاطعة وما هي البيينة القاطعة التي يأتي بها الوالد لكي ينكر نسبه وتبقى للشرع كاعترف الزوجة حلو أنا عندي اعترف بزوجة كإقرار للزوجة أقرت بذلك ولا عزر لمن أنا عندي إقرار من الزوجة بغطي إيديها مع حضرتك الورق ده معي بس مش عرض أسامي بس إحنا بنتكلم مع شان إحنا بنتكلم مع شان معي إقرار ومعي اتنين تحليل جي إي ومعي تحقيقات للنيابة العامة حققت في هذا الموضوع تمام هو فندم القضية تنقر النسب طبعا زي ما الشيخ مولانا قال الشيخاني أن القاعدة الشرعية أن القاعدة الشرعية أن القاعدة الشرعية إن الوالد للفراش وللعاهر الحجر هذا حكم سابت الشرعية إلى يوم الدين ينسب لوالده ينسب لوالده لوالده طب إحنا دلوقتي لو قلنا إحنا عملنا تحليل جي إي إي تمام وأنا شكيت خلاص في الوالد وهو مش إبني تبقى للقاعدة الشرعية إن الوالد للفراش وللعاهر الحجر هذا حكم الشرعية لما يجي نتكلم في الشق الثاني هو الشق الجنائي المفروض أصلا يرتبط على أي شيء يعني المفروض أصلا يرتبط على أي شيء على أي أساس مجرد شاك لا لا يا شيخاني على مجرد شاك مجرد أني لوني الوالد ليس بلوني مجرد حدقة عينيه ليس بلوني أبيه فرع عن الحكم الفروع الثاني اللي تأكد لنا فهلا إن اللي هو بيقوله ده ما هو الاعتراف لا عزر اللي من أطار إن الزوجة معترفة هذه دعوة نحن نكلم في أصل الآن أي زوج أي زوج يحق له الآن أن ينكر نسب ولد من أولاده طب يا شخاني لو الزوج لجأ لمحكمة الأسرة قبل تسجيل الطفل في السجل المدني ورمى عليها ووجه لها اللعان ينتفي النسب عن الطفل ينتفي النسب عن الطفل ويفرق بينهم القاضي حتى لو الإبن ابنه طب لو عزيز يفرق بينهم حاجة الوقت هي مسألة وقت فقط لديه طب أنا عندي الزوج حصنية الراجل تجول خلف تمام أثبت رواية في السجل المدني تمام وبعدها يعني أستاذ محمد حقيقة بتيجي تقول كده إن ممكن أي حد يسمع عن زوجته كلمة قذرة من حد آآ يسمع عنها وشاه يسمع عنها أي حاجة يجي يقول إن العيال اللي جابتهم أو الولد اللي جابه من كل لديه أنا بكلمش على كله أنا بكلم على فترة معينة إيه هو الوضع المعين أو المتحمل إحنا عندنا الشرع اللعان له مدة معينة في القانون ولسه هو مستشهد بآية قرآنية الشيخاني تمام وإيه اللي هي الآية القرآنية وقال لك إيه وإن كان فإننا عطى الله علي إن كان من من الكاذبين هنا القضي ملوش دعبه هو صادق ولا كاذب وليه بالبينة ليه بالدلائل اللي قدامه وليه باللعام لما أدام تحليل دين إيه أستاذ محمد لم يعترف في تحليل دين لم يعترف في محكمة صحية ولكن لأن الشبه لا يجب الحقا ولا نثي إذا عارض ما هو أقوى منه طب إيه الفرق إيه الفرق إن أنا نارض يا جماعة إن الشبه من الهدوء شوية عشان المشاهدين الشبه كمثل ما يقول الأستاذ أو قياف الشبه لا يجب الحقا لا يجب الحقا ولا نثيا إذا عارض ما هو أقوى منه ما هو الأقوى منه ما هو الزوجة فراش الزوجة لا هذا أمري ليس نعمل شأن به هذا عند القاضي نتكلم الآن في أمور عامة أنا لم أتكلم في حالة أنا أتكلم في أحكام تهم الزوج والزوجة لا يحل لرجل أن يقدم على هذا إلا إذا إلا إذا تحقق وما هي التحقق في شريعة الإسلامية التحقق كما يعني سلف الأمر احتراف الزوجة عدم معترفتش خلاص يعود الأمر الأصل حتى لو هي مخطئة الولد للفراش يا شيخاني يا أخي احتراف هنا كيف 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 معترفتش أحد دياتي بنكلم هو بنكلم في العامة حتى بنكلم في قاضي حتى بنكلم في شريعة الإسلامية طيب كيف معترفتش وكيف هي مخطئة أنت أنت حكمت علي أنا أرأيت أرأيت شيئا أسمعت شيئا أتعرف عنها شيئا لا الأمر صعب هذه الحدود والأحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للسيانة لستر الناس ليس لكشفهم ولا لها تكير طيب ألخص ألخص ستر الناس الأصل من مضوع الستر لا الكشف ولا الانتهاك والأت ألخص اللي تقيل والأصل بس أنا عايز أعرف برضو قيافة تمشي على إثبات النسب وإنقار النسب لا توجب الحاقا ولا نفيا إذا عارض الأصل الشرعي ألا وهو أيوة الولد للفراش أتدري ما معنى الكلام وللعاهر الحجر العاهر الزاني الحجر الخايبة على إحدى التفسيرين الخايبة ليس له شيء فاستر لنا كده أنه واد الفراش والعاهر الحجر ما هو الحديث كان ليه قصة نعم قصته إيه نعم عن عائشة رضي الله عنها ملخص سريع شيخنا عشان الوقت ملخص سريع ملخص سريع كانت نجع ما بين مين أنا هقولها لك ببساطة سويني بقى دي لوقات وستطروا كلمة دا شرع دا شرع عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرحه بس يا شيخاني مش مهم التفاصيل حاضر شرحه فجاء إلى النبي صلى الله عليه سلم حاضر اختصم في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عطبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه فقال عبد ابن زمع هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته تأمل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بدافع عن ابن أخي ابن أخي مات ولكن عهد إليه أوصى إلى سعد ابن أبي وقاص الذي هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أخي عطبة ابن أبي وقاص له ولد في مكة عند عبد ابن زمع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختسم على الغلام فقال عبد ابن زمع يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدة أبي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبه بينا لعطبة فقال هو لك يا عبد ابن زمع الولد للفراش وللعاهر الحجر نفهم إيه بقى أين أولد الولد نفهم إيه من الحديث الشخان فسري الأبو أحسنتي هنا الحكم الثابت الشرعي على فراش الزوجية يبقى كان التنازع ما بين الرجل والزاني على إيه على إسباب يقول حق به هو بيتكلم بأن القضية هنا مختلفة القضية هنا إنقر نسب ما ينفعش أن أنكر من غير بينا ولا دليل ما ينفعش أنت نسب لا في النسب نفي أن ينتفي الزوج من ولديه من غير شيء من غير بينا لا دليل عليه حرام شيخاني حرام ليس عليه دليل لا سواني سواني يا أستاذ محمد تفضل سواني يا أستاذ محمد تفضل إلا عشان بس الجمهور إما معنا في اللي بيصل اللي حصل إن أمريكا نتعلم على أواضي إنقر المسأل الواضح إن الأستاذ محمد كان معها قضية بتخص الموضوع ده أما أقدم المحكمة الشرعية المحكمة الشرعية استندت محكمة الأسرة استندت الأحاديث والقرآن في البت وقالت إن القضية خص لغية إن الولد للفراش إن الولد للفراش إن الولد للفراش وما هو مجلول حكم سابط شرعي إلى يوم وما هو أنا كراجل المحكمة ببحث في الشرع وببحث في القانون وببحث في الطب كمان وما أعترفتش بديه إيه الأوسط وما هو كواحد بتتكلم على العمى وما هو مجلولك في آية الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم مدعوم لأبي محقص عند الله طيب زايد بن حارسة مجلولة مجلولة إيه سبب زايد بن حارسة رضي الله عنه كان يلعب في إيه مضارب أمه في الحبشة فخطف وبيع بيع العبدان فلما بيع بيع لحكيم بن حزان فوهبها لعمته خديجة بنت خويلة رضي الله عنهم أجمعين فوهبته خديجة لزوجها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرف أبو حارسة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا آل عبد المطالب إنكم والله من إكرامكم بعد أن أطعمتم الإنس لتطعمون الحيوانات الطيور على رؤوس الجبال والسهول في الجبال في الوديان وإن لي عندك لحاجة وإن لي عندك لحاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا شخاني أنا عائزك في نصف الأية بس بعد إذنك التبني حراماً ذل التبني حرام أم حلال له حرام لإنه اختلاق أم ثاب تمام ما عليك تمام ما عليك التبني حرام إذن لما أنسب لشخص ابن مش من صلبه وليس من ماءه إذن هي يعتبر تبني من الذي فعله فهنا خلطنا الأنساب يعني هذا الطفل يارس فيه وياخب منه نفأ وياخب منه حقوق ويخش على أولاده ويخش على أولاده ويخش على أولاده إذا كانت محكمة الأسرة معترفتش بأي شيء بالهوى بالهوى أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بالزن ويعرض بانتفاء ولديه قال يا رسول الله إن زوجتي أتت بولد لونه مخالفا للوني ولون زوجتي أسود وأنا ذو بشرة بيضاء وزوجتي كذلك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي رضي الله عنه يعرض بنفي من الولد من دني فضاء الزن في الشراء الإسلامية الزن في الشراء الإسلامية طرق إثبات بالبينة بالبينة بأربع شهود أيوة كما أمر الله تبارك وتعالى على إسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شاهد وكل شاهد شاهد عد قانون العقوبات شاهد عد في عضايا الزنة بيختلف من مدى 273 لمدى 676 قال لك توفر شروط معينة في جريمة الزنة بالنسبة للزوج ما هي؟ الوطء بشبهة نعم وجود علاقة زوجية تمام القصد الجنائي طب الوطء بشبهة يعني أي حد يجي يقول لنا زينت مع فلانة يبقى صح؟ لا يا فندي الوطء بشبهة هو حصول فعلا الزنة وصول العلاقة كاملة ما بينها هي عرفت زلت كامل الشروط ما هو بقى فيه فندي مدلولة على الكلام بمعنى يعني إحنا لو قلنا فيه شريط هيبقى ليش روط تبقى اللي قلنا ليش روط لهو التلبس الاعتراف وجود أوراق اللي هو وجوده في مكان مخصص للحريب في عضياتك دي إيه اللي معاك من وجود من وعدات الجريمة الوطء بشبهة ما هو؟ الوطء بشبهة ولا شاي إيه دعاوة لا 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 إيه دليلي بكلم على دليلي لا أقول على دليلي بتكلم على دليلي اعتراف الزوجة ثانيا وجوده الترفي اعتراف شفعي ولا مخصص طب تمام إنت قولت اعتراف إقرار يدوي إقرار يدوي وأقار ربيق دم أحكمة الأسر طيب ما كده ده بدت نهائي بس هي اترامى رفض الدعوة بس هي اترامى رفض الدعوة بس هي اترامى رفضها بعد الاعتراف بتتناشى قدام المحكمة في الجنائي في الجنائي وأعتقد الجلسة بتاعتها يوم تسعة وعشرين إن شاء الله برضو هايبلينا حلقة تاني عشان نفض الخلاف ما بين الشرع وبين الكامل لا أنا مع الشرع طبعا بس أنا بتكلم فيه نبقى فيه وجهة سوية إنه نجأ ليها إن هو عشان أستاذ شيخ هاني بيقول رمي المحصنات وحددك بتقول إنه فيه بينا عشان نفض الاختلاف دوت إن شاء الله لينا معاكم حلقة تاني ففقكم اتنورونا نورتونا فاني مواشرحك بيقول نورتونا شخياني مواشرحك بيقول إن شاء الله الحديث باقية إن الموضوع شايد جدا عايز أقول لكم نورتونا كان نفسينا وقت البرنامج يبقى أكتر من كده عشان النهاردة كان فيه موضوعين هي كانت غلطة مننا إن إحنا دماجنا لتنموا عبعض بس هي كانت فيه مواضيع كتير قوي عايزين نفتح فيها وإن شاء الله استنونا للأسبوع الجاي في نفس المعي نورتونا شاء الله نورتونا شكرا